إن شاء الله بالفرقتين اللي عنده قادر إن شاء الله ينافس على كل الألقاب قبل ما نروح لسانداونز ومباراة مهمة جدا 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 في دور المجموعات وسانداونز من الفرق المحترمة والفرق الكبيرة والفرق اللي بتلعب كرة حلوة والفرق اللي بتمثل خطورة سواء كنت بتلعب على أرضها أو بره أرضها ماتش السبت إن شاء الله هيكون ماتش صعب لكن بإذن الله قادرين نعمل عرض قوي ونأكد إن شاء الله بإذن الله على فرصتنا في صدارة المجموع بالمناسبة سانداونز من مواجهة المريخ المريخ السوداني طبعا اللي بيلعب معه في نفس المجموعة هم اللي قابوا ماتشوهم على ملعب الأهل وإيئة السلام فبالتالي سانداونز موجود في مصر موجود تحديدا في اسكندرية وعمل معسكر مغلق وبكرة إن شاء الله هيرجع أو هيجي من اسكندرية على القاهرة عشان يبدأ يحط اللمسات الأخيرة على تدريباته ويعمل تمرينة أخيرة رئيسية على ملعب المباراة قبل مواجهة الأهل إن شاء الله يوم السبت الساعة تسعة مساء بتوقيت القاهرة خليني أقول لحضراتكم طبعا وبعد العرض الرائع لقدمه فريق الذي الأهل يمبارح لازم أقول لكم طبعا إنه عدد كبير جدا من اللاعبين اللي ما ظهروش في المباراة أنا أقولت تتريبا خط الظهر بتاعك كل ما كانش بيلعب يعني أكرم في اليمين معلول في الشمال وبينهم سوليسي كان رئيسي أيمن أشرف بدر بنون محمد عبد المنعم كلهم الحقيقة غابوا عن لقاء الأمس بالإضافة طبعا لعبين كتير يعني عمار غايب صلاح محسن غايب بيرسي تاو غايب عشان كده بقولك الأهل يمبارح لعب من غير فرقة كاملة تقريب لكن الجديد في الموضوع أنه النهاردة عبد المنعم ومعلول شاركه في تمرينة الفريق وجهزين بإذن الله لمباراة سانداونز كمان بيرسي تاو داخل في الحسابات جاهز فنيا مش جاهز فنيا دي حاجة طبعا ترجع لرؤية ميستر موسيماني وحتى لو ما يقدرش يلعب بيه أو يدفع بيه من البداية ممكن جدا يكون ليه دور حسب سيناريو المباراة وحسب مجرات اللعب يعني لكن هو طبيا أصبح لائق بشكل كامل وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود في السعادات النادي الأهلي لمباراة سانداونز محمود متولي حمد الله على السلامة رجع وشارك في التدريبات النهاردة الوحيد اللي يمكن غاب أيمن أشرف طبعا لأنه بيشتكي من مشاكل في الرجبة حمدي وقاليو ديانج ما شاركوش في التمرينة لكن اكتفوا ببعض التدريبات في الجيم يعني عشان يكونوا جاهزين وفي نفس الوقت يمكن بيعانوا شوية من حالة إرهاق لكن بدنيا هم جاهزين وإن شاء الله بإذن الله يكون موجودين مع الفريق في مباراة سانداونز ده دي قصة أخبارنا الأهلي النهاردة اللي اتمرن الساعة 11 الصبح وزي ما قلتلكم طبعا سانداونز موجود في برج العرب وهيجي بكرة القاهرة عشان يستعد أو يخد التمرينة الأخيرة والأساسية على ملعب المباراة عشان يحضر نفسه طبعا لمواجهة الأهلي يوم السبت اللي جاي مبارح طبعا تقلق عدد كبير من نجوم النادي الأهلي كلهم تقلقوا الحقيقة وقدموا مباراة غاية في الروعة ترجمة نانسي قنقر